مشروع المطلاع السكني هو أحد المشاريع الإسكانية المزمع إنشاؤها خلال الفترة المتبقية المقبلة والتي تعول عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية كثيرا في تقليص عدد الطلبات حيث يضم هذا المشروع أكثر من 21 ألف وحدة سكنية وفي هذا السياق قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوقيع عقد لتخطيط وتصميم شبكات الطرق والبنية التحتية للإسراء في تنفيذ الوحدات السكنية وتقليص فترة الانتظار تعالى التوقيع على مشروع المطلاع الإسكاني مع تحالف عالمي محلي لتخطيط وتصميم شبكات الطرق والبنية التحتية حقيقة هذا المشروع هو أكبر مشروع في تاريخ المؤسسة نظرا لأنه يحتوي على 21 ألف وحدة سكنية على مساحة 100 كيلومتر مربع ومن المتوقع أن يكون عدد السكان فيه يصل إلى 320 ألف نسمة هذا المشروع ضمن الخطة الإسكانية قصيرة الأمد التي تم إقرارها من معالي وزير الدولة لشؤون الإسكان تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد حفظه الله في الإسراء في إنجاز الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار للمواطنين من مستحقي الرعاية السكنية بإذن الله سيتم توزيع وحدات المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى ستوزع على المخطط خلال السنة المالية 2015-2016 والمرحلة الثانية والأخيرة ستوزع إن شاء الله على المخطط في السنة المالية 2016-2017 ونسأل الله العلي القدير التوفيق لنا وللجميع للاتزام في البرنامج الجزيماني لهذا المشروع وشكرا